رغم التزام التجار بنظام المدومة خلال العيد إلا أن عديد النشاطات الأخرى على غرار المطاعم والمقاهي وورشات تصليح السيارات سجلت غيابا تاما ودخل أصحابها في عطلة مفتوحة هذا ما وقفنا عليه خلال جولتنا في شوارع العاصمة فغياب الخدمات خلف تذمرا وسط المواطنين الذين طلبوا بإيجاد الحلول لهذه الظاهرة التي تتكرر كل سنة محلولات تجارية واحد محلول خمسة مغلوقين واحد ما محلول جزائر عندنا أزمة تعلل المحلات يغلقوا يوم العيد ما كحتوي أحدنا في دوز يمجور ما كانوا لكوش مغلوق توعية المواطنين وتحليم بثقافة التبليغ عن مخالفات عدم التزام التجار بنظام المدومة إحدى الحلول التي تراها جمعية حماية المستهلك كفيلة بمواجهة هذه الظاهرة صحيح أنه مهج جميع المهن تقوم بعملية المناوبة وخاصة الحرف وما إلى ذلك بينما نشوف أن المخابز أصبح نظام المدومة عندهم جيد جدا أيضا المواد الغذائية العامة وما إلى ذلك على المواطن يكون واعي وحريص وإذا ملقاش مناوبة يقوم بتبليغ مصالح التجارة بهذه الطريقة نعاونه مصالح الرقابة لتراقب مدى الالتزام بالمدومة ضمان الحد الأدنى من الخدمات في مختلف النشاطات والحرف خلال الأعياد والمناسبات والتزام التجار بنظام المدومة من شأنه تجنيب المواطن رحلة البحث عن قضاء مصالحه وضمان تفادي تكرار هذه المشاهد